ما زلنا في هذه الحلقة أحقاً قال الله والدكتور ناجي كلمنا عن السبع أزمنا ابتداء من الخليقة حتى مجيء المسيح ثانية وخليني يمكن بالوقت اللي بقي معانا آسف يا دكتور إنه بس حنغطيها في الحلقة الجاي إنه إنتي طبعاً تكلمت عن النشوء والإلتقاء من الخلق الكتابة وطبعاً أنت ذكرت عن الله خلق خلق الكون وكل ما في الكون والخلق المميز اللي هو خلق الإنسان طب السؤال بالعكس بيحصل إيه لو الله ما خلقش ده سؤال في منتهى الأهمية أسيس نيزار وعايز أرد عليه بواحد ملحد من أمريكا اسمه فرانك زيندلر وقال الكلمات دي بقى عصف علم الأحياء بالمسيحية عندما اكتشف التطور البيولوجي اللي هو النشوء والإرتقاء بتاع داروين شرحه بيقولت سقطت الأسطورة المركزية للمسيحية بعدما عرفنا الآن أن آدم وحواء لم يكناه أبداً شخصين حقيقيين لو ما فيش آدم وحواء وإن إحنا جينا من أشباه القروض وكده يبقى ما فيه كل المسيحية هتسقط ده راجل ملحد اللي بيقول الكلام ده فرانك زيندلر شو بقى الاستنتاج بتاعه إذا كان آدم وحواء لم يوجده في الأصل فلا شيء اسمه الخطيئة الأصلية الراجل مغلتش ما فيش تعال بقى نشوف عمل لي تاني إذا لم تكن هناك خطيئة أصلية فلا حاجة إلى الخلاص لحد كده برضو مغلتش نشوف المنطق لما نفينا الخلق المتميز لأدم وحواء هيحصل إيه بيقول ما فيش حاجة إلى الخلاص إذا لم تكن هناك حاجة إلى الخلاص فلا حاجة إلى مخلص الراجل برضو منطقي جدا وأنا أرى بقى فرانك زيندلر ده أنا أرى أن هذا يضع المسيح سواء كان شخصية تاريخية أو غيرها في صفوف العاطلين إن نظرية النشوء والارتقاء تدق ناقوس الموت للمسيحية شفت قد إيه خطورة إن إحنا نقبل التفسيرات الغلط لنشأة الإنسان إن إحنا جينا من جد مشترك مع القروض والنسانيس وبالزمن تطورنا وبقى الإنسان خلت كل فكر الخلاص يقع لكن إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه دي حاجة مميزة جدا الصورة الأدبية والروحية طبعا طبعا الله روح مالوش جسد لكن الله أعطانا السلطان وعطانا الصفات الروحية زي ما حضرتك قلت موسيقى